أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بدنا نكمل جزء الثالث أو الفيديو الثالث من شابتر خمسة وصلنا هنا تكلمنا عن أربع معادلات طبعا نبلشنا في time الأولى, time الثانية, thighs بعدين Cooper Jacob, time drawdown اليوم بدنا نحكي عن المعادلة الرقم الخمسة الي هي Jacob Straight Line بس هنا Distance Drawdown Method يعني بدل ما نستخدم قيمة time نستخدم هنا طبعا هاي الطريقة أو المعادلة هاي تطبق في حالة إذا كان عندي أكثر من Observation Wheel موجود على مسافات مختلفة وبدأ أطلع قيمة الأكوفر characteristics طبعا راح نشوف خلينا نشوف هذا المثال عندي يعني بدنا نطبق الطريقة من خلال المثال في عندي well pumping at 77,000 feet مكعب per day إذا عندي هاي قيمة الكيو 77,000 feet مكعب في اليوم وفي عندي observation wheels located على مسافات 10,000 feet و40,000 feet و300 feet و400 feet إذا عندي خمسة observation wheels على مسافات مختلفة إذا ضخينا من هذا البير لمدة 14% ديه وكان عندي معطيني الجدول اللي هو Distance Drawdown طبعاً الديستنس عندي 10 كان لدرو داون 15.1 عند الاربين كان 9.4 بالعشرة عند الـ 150 كان 4 عند الـ 150 4.4 بالعشرة عند الـ 307 بالعشرة فيت وعند الـ 400.25 فيت طبعاً مطلوب بإني أحسب اللي هي التي والاس من خلال هذا المثال طبعاً شو منسوي بنرسم علاقة هنا بين الديستنس والدرو داون اللي هي إذن الديستنس اللي هي المسافات طبعاً البيزومترات اللي عندي مع الدرو داون على اللي هو سيميلوغ بيفر بعد ما نرسم نعمل بستفت زي ما أنتوا شايفين منمد الخط على استقامته بعدين بطلع قيمة الدرو داون زي ما في الطريقة السابقة تبعت كوبر جاكوب اللي هي التايم درو داون منطلع الدرو داون بير لوغ سايكل تمام؟ طبعاً هنا بين زي ما أنتوا شايفين الخط بمور بين العشرة والمية هاي اللوغ سايكل فبطلع قيمة دلتا اتش زيرو اللي هي ناخص اتش اللي هي في هذا المثال تساوي عشرة فاصل ستة فيت اللي هي تلاتة واثنين بالعشرة اللي هي متر هل يتبع منمد الخط على استقامته لما يلامس قيمة لدرو داون زيرو هنا بدال التي زيرو اللي هي في المعادلة السابقة هنا منطلع اللي هي الار زيرو هاي الار زيرو هي الراديال دستانس اللي بكون قيمة لدرو داون عندها يساوي زيرو اذا بتذكروا لما شرحنا على الراديس of influence هذا اللي هو الراديس of influence اللي هي القيمة اللي بكون عندها قيمة لدرو داون يساوي عش زيرو طبعاً في هذا المثال قيمة الار زيرو اللي هي أربعمية وستين لو قرأنا علىها بتطلع أربعمية وستين فيت إذن بعد ما نطلع هذول القيمتين نروح على المعادلتين التالية اللي هي T تساوي اثنين وثلاثة بالعشرة Q في أربع باي في دلتا H0 ناخص H اللي احنا طلعناها من الرسمة اللي هي قيمة لدرو داون باللوك سايكل ومنطلع قيمة T نروح على المعادلة الثانية اللي هي S تساوي اثنين وربع في T كابتل اللي هي الترانسماسيفتي في زمن الضخ اللي هي T سمول على R0 تربيع R0 اللي احنا طلعناها من الرسمة اللي هي قيمتها أربعمية وستين فهونا بتطعويض الأرقام اللي عنا الموجودة تطلع قيمة T اللي هي تلات تلاف ومتين فيت مربع بير دا وقيمة ال S اللي هي بوينت زيرو زيرو أربعة تمانية زي ما انتوا شايفين قيمة ال S دايما في ال CONFINED أكو فارم ما تنسوا هاي المعلومة إنه دايما أقل من اللي هي خمسة في الألف إذن هاي معادلة اللي هي time drawdown لجاكوب هاي منسميها جاكوب التاني إذن هاي سنة مخدين إحنا هون خمس معادلات طبعا هاي الرسمة تبعت المثال اللي أمامنا طيب نيجي هلات على كيس مختلفة اللي هي لما يكون عندي لكي أكوفر يعني semi confined برضو un steady state يعني برضو ما عندي ثبات في قيمة ال drawdown طبعا إذن هون العنوان تبع المعادلة رقم ستة اللي هي transient flow أو un steady flow أو non equilibrium flow في lakey confined aquifer with no storage في الأكوتارد طبعا هاي بدنا نحلها بطريقة wallton graphical method إذن في عندي lakey confined aquifer no water drains from the confining layer the aquifer is bounded in the top by an aquitard إذن هون اللحظة هون عشان يكسميناه lakey لأنه في عندي aquitard l'aquitard is overlaid by an confined aquifer known as a source bed الwater table in the source bed is initially horizontal يعني مستوى الماء فيه بشكل أفقي the water table in the source bed doesn't fall during pumping of the aquifer ما بتأثر فيه ال pumping the ground water flow in the aquitard is vertical the aquifer is compressible and water drains instantaneously with a decline in the head the aquitard is incompressible so that no water is released from storage in the aquitard when the aquifer is bombed إذن هاي الأسامشنز عشان نطبق وهي الصورة هاي أو السلايد هادا بوضحنا اللي هي السيمي confined أو اللاكي confined aquifer الكي والأس اللي هي الأكوفر براميترز أو الأكوفر كاركترستيكس الكي برايم والأس برايم اللي هي الخصائص الهايدروليكية للأكويتارد والكي اللي هي عليها ضبل برايم والبي برايم دابل اللي هي الأن confined اكوفر إذن بدنا نحل على أو نشوف هاي الكيس كيف ممكن نطبق المعادلة طبعا اللي اشتغلوا على اللي هو اللي كاكوفر هم اتنين حنتوش وجاكوب طبعا حنتوش هو عالم عراقي اسمه مهدي حنتوش وجاكوب هو بير جاكوب يعني يهودي بشتغل في جامعة ابنغوريون في اسرائيل طبعا إذا منطلع على المعادلة اللي أمامنا اتش زيرو ناخص اتش تساوي كيو على فور باي تي دابل يو يو فاصلة آر على بيتا طبعا أنا لو هليت غطيت الآر على بيتا هاي معادلة ثايس نفسها بس اللي اختلف فيها الاختران يعني ثايس استخدم اختران اللي هو الدابليو يو هون إحن رح نستخدم اللي هو الدابليو يو عر على بي نفس الإش تساوي الر تربيع في اس اللي هي على فور في T كابتال اللي هي لترانس ميسيفيتي في T اللي هي الزمن بيتا اللي هي تساوي تي اللي هي الترانسماسيفتي في بي برايم اللي هي إيش على كي برايم الكل تحت اللي هي الجذر إذن هاي الطريقة تشابه طريقة الثايس لكن الاختلاف في مين في الإختران طبعا لو بدعي ترتيب هدول المعادلات التي تساوي كيو على فور باي اتس زيرو ناخص اتش في دابل يو يو عر على بيتا والاس هي تساوي عر في تي كابتل في يو في تي على عر تربيع والار على بيت تساوي اللي هي عر على تي كابتل في بي برايم على كت تحت الجذر إذن من خلال هذي المعادلات وهاي الرسمة طبعا هاي الرسمة اللي هي والتون بيسموه غرافيك الميثود طبعا هاي الرسمة في عندي اللي هو الكيرف الخارجي هذا الكيرف تبع ثايس نفس الكيرف تبع ثايس لكن هون في عندي كيرفات تانية طبعا هون العلاقة بين الواحد على يو والدابل يو 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 آر على بيتة هون اختلف عندي الاقتران على الواي اكسز إذن أنا بدي هون نفس الإشي بدي أعمل ماتشينج بس هون مش على الكيرف تبع ثايس لا على الكيرف تبع اللي هو والتون عشان يكسمناه والتون غرافيك الميثود وأشوف النقاط تبعتي الفيلداتا على أي كيرف من هدول الكيرفات بنطبق عشان أطلع قيمة الكيرف تبعت الار على بيتة يعني لازم أطلع أنا قيمة اللي هي ار على بيتة عشان أقدر أطبق المعادلات وأحسب اللي هي التي والاس خلينا نشوف هذا المثال طبعا هذا الكيرف خلينا نشوف المثال اللي بدنا نحله المثال بقول والتون سنة الستين gave time drawdown data for an aquifer test in a well confined by a stratum of silty fine sand that was 14 feet thick إذن بدنا معطيني جدول في time drawdown data وفي عندي الاكوفر سمكة 14 feet بقول drawdown was measured in an observation well إذن قسنا الهبوط في منسوب المياه الجوفية في بئر يبعد 96 feet من بئر الضخ which was pumped at 25 gallon per minute وكان قيمة اللي هو ال pumping rate 25 gallon per unit using walton graphical method for the hantouche jacob formulas find the values of t و s هاي s مش خمسة و k prime بدنا نطلع الت وال s وال k prime من خلال معادلات اللي هي hantouche وجاكوب طبعا زي ما انتو شايفين هاي الجدول امامنا معطيني time drawdown اول شغلة بنعملها انه برضو هون بدنا نرسم نرسم علاقة بين time وال drawdown برضو على log paper يعني زيها زي thais بس هون الاختلاف اذا بتلاحظوا هون الرسم ايش انه الماتشنج point مناخدها لما تكون قيمة wu r على بيتا يساوي واحد طبعا في thais كنا ناخد احنا w يساوي واحد لكن هون الاقتران الجديد اللي هو wu r على بيتا يساوي واحد والواحد على u يساوي عشرة طبعا في معادل thais كنا ناخد واحد على u تساوي واحد اذا u تساوي واحد لكن هون u تساوي عشر اللي هي او واحد بالعشرة فاحنا منطبق على الكيربات هدولا راح نشوف انه الكيرب انطبق على قيمة r على بيتا اللي هي قيمتها 22% اذا لحظوا اذا طلعنا طبعا عند الماتشنج point هاي منطلع قيمة الدرو داون ومنطلع من قيمة time يعني زي ثايس منطلع قيمة time و الدرو داون والr على بيتا اللي هي قيمتها 22% لاحظوا هون اذا ملخص اذا w u r على بيتا 1 1 علي تساوي 10 اذا u 10 h 0 ناخص h لدرو داون في هذا المثال طلع عندي 1 9 فيت والزمن 33 منت والr على بيتا 22% اذا اول شغلة منحول قيمة الكيو من 25 قل منحول ها لفيت مكعب تطلع 4800 مكعب دا والزمن منحول من منت الى دا بعدين منطبق المعادلات تي تساوي كيو على 4 باي في x 0 ناخص h اللي هي قيمة درو داون اللي هي 1 9 بال 10 اللي احنا طلعنا من رسم ه في قيمة الاختران اللي هو قيمته 1 اذا تي تساوي 200 مربع دا اذا هاي حسبنا تي اللي هي الترانسماسيفت اللي احنا حسبناها من الخطوة الاولى في يو طبعا اليو هون قيمتها عشر التي اللي هو الزمن 33 منت ما حولنا لدي اللي هو 0.23 بطلع دا على R تربيع R اللي هي رادل ديسانس اللي معطيني يا السؤال اللي هي 96 بتسعين بتطبيق المعادلة تطلع قيمة S 0 0 2 طبعا بدون وحدة المطلوب الثالث بدي احسب اللي هو K prime K prime تساوي اللي هي عبارة عن T في B prime في R على بيتا تربيع على R square طبعا T اللي هي 200 فيت مربع per day B برايم اللي هي سماكة الاكوطات 14 فيت في 22 بالمية تربيع على 96 في 96 اللي هي R تربيع اذا قيمة K prime اللي هي 0.015 feet per day اذا هاي اللي هي الطريقة او المعادلة رقم 6 اللي هي الاكوفر باستخدام اللي هي Walton Graphical Method اذا هون منين هذا الجزء من المحاضرة واللي داخل في الامتحان هو لنهاية هاي المعادلة اللي رح اشرحه في اخر فيديو هو فقط للعلم لانه شوي صعب تطبيقه يعني فراح يعني بس نوصل يعني مطلوب عنا لمعادلة اللي هي Walton Graphical Method أو حنتوش كوبر جاكم اللي هي خاصة بي اللي كاعكو